اشتركوا في القناة ان هاي التفجيرات اللي دا تصير وهاي المجازر اللي دا تصير كذا صوت الشيعة ليش لان عندهم قلب رحيم انت لان عندك قلب رحيم لو انت مثلا تتعامل ويا قتل النساء انتم تقتل النساء قتل الاطفال انتم تقتل الاطفال حرق مدنك انتم تحرق مدني تأدب هو بالفعل ما الشكل يعني الى واحد يشعر بانه على كل حال الان هاي قضية في اسرائيل ليش العمليات الانتحارية متوقفة ماكو عمليات انتحارية فترة كانت هواي اكو عمليات انتحارية هسا ماكو عمليات انتحارية ليش لان النظام الاسرائيلي اتخذ اسلوب هذا الاسلوب شنو هو انه واحد انتحاري يفجر نفسه زين هذا لما انفجر نفسه يرحون على بيته بيت اهله يفلشون بيت اهله ابوه امه كذا بعدين يعتقلوهم شباب يذبوهم بالسجن الكبار يسفروهم الى غزة بس شنو ذنبهم السلقاب الام الاخ الاطفال كذا شنو ذنبهم ما لهم ذنب لانه ابنكم انتحاري فهذا زين هسا يمكن واحد هو مستعد ان هو يقتل بس مو مستعد ان ابوه امه اخوانه عائلته عشيرته يتهجرون يتبهذلون فلذلك بهذه طبعا الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وكذا دائما يعترضون وماكو فائدة لان القوة بيدهم زين هذا الشخص شنو يدعو يقول انت صير مثل اسرائيل وفرت الامان لها بهذه الطريقة سينخلع ليش احنا الشيعة ليش اتباع امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امير المؤمنين يقول وما معاوية بادها مني معاوية داهية انا اكثر دهاء منه لكنه يغدر ويفجر هاي المشكلة وإلا الامام علي بن ابي طالب لشان يريد يزيل معاوية بطريقة غير شرعية مثل الماء يكان يعني لو واحد سياسي كان بادها الامير المؤمنين ونفس المؤهلات يمتلكها إلا الدين ما كان خلال فترة بسيطة يطير معاوية ويطير أبو جدة لكنه يغدر ويفجر هاي المشكلة الرسول صلى الله عليه وآله يقول الاسلام قيد الفتك أو الاسلام قيد الفتك زين هذا يقول المشكلة الشيعة أنه احنا عدنا قلب رحيم لا مو أنه عدنا على القلب رحيم احنا مضطرين نرى أنفسنا أن نكون شيعة لأهل البيت أتباع لأهل البيت ما نقدر أنه نرتكب الجريمة اللي ذاك يرتكبه الغدر اللي ذاك يرتكبه هاي المشكلة الأولى يذكرها والمشكلة الثانية شنو هو الشعائر الحسينية أنت لما تبقي على الحسين عليه الصلاة والسلام وتلطم وتسوي هاي الشعائر تفرغ نفسك مع أنه في حالة الحروب وكذا لا لازم تبقى الأحقاد في القلوب هذا قتل منك أنت لازم يكون في قلبك حقيد إلى أن تروح تقتله نفس الأسلوب اللي فعله المشركون في مكة في غزوة بادر انهزموا قتل منهم سبعون واحدا فكبار مكة اجتمعوا قالوا احنا لازم ننتقم من المسلمين انهيئ العدد والعدة سنهم هيئوا والعدد والعدة وراحوا إلى غزوة أحد بس لازم يبقى الحقد لا يتفرغون منعوا البكاء البكاء ممنوع على الأموات القتلى إلى أن ننتقم يقول احنا المشكلة أنه لما واحد انقتل وصار كذا وقراء يقرون ويبتشون وكذا يفرغون انفسهم بعض يومين هم ينسون المشكلة شنو هي بهذا الطريقة من التفكير المشكلة أنه يقول لك انت أترككم الله انت صير مثل ذاك ان لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب حس ان لم تكن ذئبا يعني حتى لو موزيان انت لازم تكون قوي المشكلة اللي احنا عندنا مو مشكلة أنه الرحمة ولا مشكلة الشعائر مشكلة أكو فساد مالي فساد إداري أكو ضاعف أكو خيانة أكو كلها هاي المشاكل هناك مو هاي المشاكل هناك واحد يجي يصفح حساباته ويا الدين لأنه علماني يصفح حساباته ويا الشعار الحسينية لأنه علماني ضد هالأمور يذب المشكلة في مكان هي المشكلة في مكان آخر لمن أكو خيانة ولمن أكو سرقة ولمن أكو نهب للمال العام ولمن أكو عدم تخصص واحد هنا كان يبيع طماطل صير لي الآن لواء عقيد ركن ما أدري شنو كذا في العراق لا دارس كلية حربية ولا داخل كذا وكذا فلان وفلوس يعينه موظفين فضائيين أكو ما أدري شنو كذا هاي المشكلة هناك ولمشكلة هناك هاي من المشاكل أنه دائما واحد يبتعد عن الحقيقة ويحاول أنه في الأزمات يصفي حساباته هو ضد الدين يريد يصفي حساباته هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا